اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع العليكترونية بعد ما تعلمنا النبذة مبسطة عن لغة HTML كذلك نبذة مبسطة عن لغة التنسيقات CSS سنبدأ أول تطبيق عملي حول ما تعلمناه سابقا التطبيق هو عبارة عن إنشاء موقع بسيط لاستعراض الدورات التدريبية طبعا هذا الموقع هو نفسه ممكن يكون لاستعراض الأخبار ممكن يكون لاستعراض المقالات وممكن يكون موقع شامل في البداية عندنا هذا مجلد يحتوي على فولدر هذا الفولدر يحتوي على صور للدورات التدريبية في بداية راح ننشئ ملف HTML جديد طبعا هذا الملف راح نسميه course.html طبعا نروح على new ومن ثم نختار text document ورح نسمي هذا الملف مثلا course أو courses راح يكون .html طبعا تطلعنا هذه الرسالة اللي هي الموافقة على تحويل الملف من txt إلى html نضغط على OK طبعا هذا الملف نفتحه ببرنامج visual studio code بنفس الوقت نفتح هذا الملف بالمتصفح بعد ما فتحنا الملف ب visual studio code راح يكون الملف فارغ طبعا راح نبدأ نكتب الأكواد الأساسية للغة html اللي هي راح تكون html بالبداية طيب ورح نضيف طبعا اللي هو الهيد h e a d ورح نضيف التايتل t i t راح يكون مثلا الدورات التدريبية بعد الهيد راح نضيف البودي بي او وفي دخل البودي راح نضيف عنوان اللي هو راح يكون h1 مثلا بهذه الطريقة وراح نسمي هذا العنوان مثلا الدورات التدريبية ممكن واحد يسأل شو اللي الفرق بين التايتل وال h1 باعتبار ان اثنين هين بنفس الطريقة طبعا التايتل راح يكون بالعنوان بالأعلى باللسن تاب والتايتل راح يكون عنوان للموقع الرئيسي طيب اذا نجي هنا ننسوي رفرش راح نلاحظ انه هنان عدنا الدورات التدريبية وهنان عدنا الدورات التدريبية في البداية بما انه عدنا لغة عربية راح نحاول تغيير اتجاه الموقع من خلال اسفل البودي في هذه المنطقة نضيف ستايل وسم ستايل طبعا وسم الستايل وطبعا في البداية احنانه راح نضيف بودي راح يكون بودي هذا البودي راح نفتح لبراكتز ورح نضيف له ستندر من ضمن الستندر راح يكون دايركشن طبعا مثل ما نوهنا بالمحاضرات السابقة اللي هو رايد توليفت وطبعا هنا نكان بالبودي حتى يشمل كل العناصر بالاسفل راح يكون رايد توليفت مثل ما تلاحظونا طيب بعد راح نجي هنا ننسق العنوان اللي هو الاتشون ممكن نجي هنا نكتب اتشون ونضيف له تنسيق راح نكتب تيكست ألاين راح يكون سنتر ممتاز مثل ما تلاحظونا هنا الدورات التدريبية اذا لاحظ انه هذا العنوان التدريبي متلاسق جدا في الاعلى ممكن ننطي مسافة وطبعا هذه المسافة تسمى مارجن مثل ما شرحنا بالمحاضرات السابقة راح نقول مارجن والمارجن راح يكون توب بالأعلى راح يكون مثلا خمسين بي اكس مثل ما نلاحظ ممتاز جدا الخطوة التالية اسفل الاتشون راح نضيف ديف ديف وطبعا راح نضيف لكلاس وراح نسميه مثلا كورس مثلا رس وطبعا نغلق الدف هذا هو الدف اللي هو كورس راح تكون بي ثلاثة أجزاء الجزء الأول راح يكون اجتو مثلا اجتو اللي هو عنوان الدورة وقبل الاجتو راح يكون صورة للدورة اي ام جي وطبعا راح يكون عندنا رابط اللي هو اي طبعا بعد ما ضفنا العناصر راح نجي نمليع العناصر الامج راح نضيف الاسعار سي اللي هو السورس طبعا عدنا هنا الصور موجودة بداخل مجلد اسمه الامج وبداخل هذا المجلد الامج الصور اول صور اللي هي كورس وان طبعا ياما نكتب اسمها اول مرة لازم نكتب المجلد الامج سلاش سي او يو ار اس وان دوت جي بي جي طبعا ياما نكتب كتابه ياما نجي هنا نضغط على اكلك ايمن على الصورة وناخذ كل الامتدات كل الاسم كنترول اي كنترول سي وطبعا اللصقة بشكل مباشر واني افضل انه يكون عملية النسخ والاسخ نجرب الصورة نضغط كنترول اس وطبعا رفرش نلاحظ انه هذه الصورة تم اضافته نجي الاجتو راح يكون مثلا عنوان الصورة اللي هو راح يكون دورة الفوتوشوب العملاقة مثلا الاي راح يكون هنا هنا التفاصيل وطبعا راح نضيف له href وراح يكون هاشتاغ مثل ما نوهنا في المحاضرة السابقة الهاشتاغ اللي هو رابط وهمي رابط افتراضي طيب اصبح عندنا هذا الدف اللي هو اسمه كورس بصورة وعنوان ورابط اذا نجي هنا ننسور فرش راح نلاحظ الصورة والعنوان والرابط اذا نجي هنا ننسق مثلا الديف اللي هو اسمه كورس هذا الديف ناخذ من عنده كوبي ونضغط دوت ونلصق الاسم ونبطي تنسيقات اول مرة ننطي عرض راح يكون ويد اللي هو مثلا 400 بيكسل بعد راح ننطي بوردر راح يكون مثلا هاشتاغ سي سي اللي هو لون رصاصي وراح يكون مثلا solid ومن ثم مثلا اثنيين بيكس نجرب جيد لاحظ انه عندنا هذا الديف مثل ما تلاحظون هذا هو الاطار البردر وهنا عدنا الصورة واصبح عدنا هيكل للدورة التدريبية ولكن تحتاج الى التنسيقات اول تنسيق يلاحظون ان الصورة متلاسقة فيحتاج أنه ننطي مارجن الى الصورة حتى يكون لها حدود بالخارج طيب ممكن واحد يسعى ليقول زين مارجن لصورة لو بادينج للاطار طبعا هنا المساحة من الداخل للاطار فتسمى بادينج مالمساحة من الخارج للصورة فتسمى بادينج الف الخيار metallيكم موتطون مارجن للصورة موتطون بادينج للاطار طبعا إذا مرجن للصورة نختار الامج وإذا بدن نختار الديف اللي هو كورس فرح ننطي بدن للإطار اللي هو هذا الديف اللي هو كورس ورح ننطي بدن هذا البادن رح يكون مثلا عشرة بي اكس بدن من الجميع من جميع الأطراف إذا لاحظ أنه أصبح لدينا البادن من جميع الأطراف نلاحظ أنه عندنا مساحة خالية هنانا هذه المساحة الخالية كيف نتخلص من حدها ممكن نكبر حجم الصورة أو ممكن نزغر حجم الإطار طبعا إحنا هيكلية الموقع أنه راح نضيف أربع دورات هنا في هذه المنطقة فممكن أنه هذه المسافة نقسمها على أربعة طبعا ممكن يكون العروض 300 وليس 400 حتى يتسع إلى أربع قطع 300 نجي على كنترول S وحنلاحظ أن الصورة راح تخرج من الإطار طيب كيف نمطي عرض للصورة نجي هنا ننزل بالأسفل نكتب دوت كورس مسافة إمج المقصود بالإمج هنا يعني معناها أنه نريد نسق الإمج اللي بداخل الدف اللي هو اسمه كورس طيب سمكونوا واحد يقليزين هنانا مو سوينا كورس هنانا التنسيقات للكورس للدف بشكل عام هنانا التنسيقات راح تكون للصورة بشكل خاص راح ننطيع عرض للصورة راح يكون 300 بنفس العرض الخاص في الكورس راح يكون ويلث 300 بي اكس إذا نلاحظ هنا أنه أصبحت الصورة ممتازة عدنا هنا أج تو يفضل أن يكون بي المنتصف فنجي هنا ننسق ال H2 اللي بداخل الدف اللي هو كورس فنقول دوت كورس H2 طبعا نجي هنا راح ننطي لهذا ال H2 text align ورح يكون center ورح نجي اللي هنا نلاحظ أنه راح يكون center طيب ممكن أنه ننطي خط فاصل بين التفاصيل وبين ال H2 الخط الفاصل راح يكون هو border bottom راح نجي اللي هنا نقول border bottom راح يكون مثلا cc حفوا لازم hashtag cc اللي هو رصاصي ورح يكون solid ورح يكون مثلا 200 بي اكس إذا نجي راح نلاحظ أنه border متلاصق جدا مع ال H2 طيب كيف نبعد border عن النص من خلال padding ليش لأن هذه مسافة داخلية اللي هي بين border وبين النص طبعا راح نضيف padding وال padding راح يكون bottom مثلا يكون 10 بي اكس هذا padding راح يبعد الخط عن النص طيب بقط عندنا هذه التفاصيل اللي هي ال A طيب نجي إلى ال A نتعاملوا إياها أولا هذه ال A ممكن نضيف بداخلها H2 يعني شنو H2 يعني نشيل هذه التفاصيل ونكتب هنا H2 وطبعا نكتب هنا بداخل H2 مثلا التفاصيل يعني شنو صار عندنا صار عندنا رابط بداخل الرابط اللي هو H2 وطبعا نهاية ال H2 عندنا اللي هو إغلاق ال A نجرب ونشوف شنو راح يصير أصبح عندنا هنا التفاصيل طبعا هذه التفاصيل راح تأخذ نفس خيارات ال H2 اللي موجودة بالأعلى من هنا عندنا H2 طيب كيف نحل هذه المشكلة؟ ممكن هنا يكون H3 Ctrl S ممتاز راح نجي إلى هنا ننسق ال H3 هذا راح نقول dot dot course ومن ثم راح نقول H3 وراح نضيف له طبعا text align راح يكون center ctrl S مثل ما تلاحظون هنا عندنا التفاصيل أصبح عندنا شكل الدورة أنيق جدا ممكن نجي هنا ننضيف الدورة الأخرى طبعا ناخذ copy من هذا ال div وننزل هنا بالأسفل ونضيف طبعا عندنا هذا ال div وعندنا هذا ال div الثاني هنا ممكن نغير الصورة اللي هي الصورة الثانية طبعا course 2 ممكن نخلي راح يصير course 2 وعنوان الدورة راح يكون اللي هو دورة برنامج adobe premiere ctrl S نجي اللي هنا نلاحظ أنه هذه الدورة طبعا دورة برنامج adobe premiere طبعا صار عندنا الدورة الأولى والدورة الثانية طيب ممكن أنه نلصق الدورة الثالثة نفسه div ناخذه بس نغير المحتويات طبعا تكون عندنا هنا راح يكون الصورة الثالثة طبعا اللي هو راح يكون course after effect الثانية راح نغير تلاف لانه هو فرق بالصور فقط الاسم راح يكون هنا هنا adobe after effect ctrl S نلاحظ احنا هنا عندنا أصبح عندنا after effect طيب ممكن الأخير احنا ctrl C و ctrl V نفس الدف ناخذ من عنده فقط نغير اللي هو الصورة الرابعة طبعا اسمها أربعة احنا هنا أنا يعدي الصور مغير فقط الرقم ممكن انت الصور تكون مختلفة بالاسم فتأخذون نفس الاسم هنا هنا عندنا مثلا دبلومة برمجة المواقع الالكترونية دبلومة برمجة المواقع الالكترونية ctrl S ونلاحظ هنا دبلومة برمجة المواقع الالكترونية ممتاز طيب هسه اصبحت عندنا هذه الدورات مضافة وممتازة طيب كيف أحول هذه الدورات من مصفوفة عمودية إلى مصفوفة أفقية يعني أنا ما أريد هذه الدورات اللي هي بهذا الشكل دورة أسفل دورة أنا أريد دورة بجانب دورة طبعا الأمر اللي يسوي لهذا الشيء اللي هو الفلاوت والفلاوت لازم أضيفه للكورس كله يعني أضيفه للدف الرئيسي يعني هذا الدف الرئيسي لابد أنه أجري له فلاوت وهذا الدف الرئيسي شنو اسمه اسمه كورس فلابد أنه أضيف هنا بالكورس لازم أضيف له فلاوت فأجي هنا أكتب فلاوت ورح يكون لفلاوت رايت يعني شنو رايت يعني فلاوت يعني اصطفاف أو يعني عائم فيعني أقل له أنه هذه الصورة أريدها تصطف بجانب هذه من اليمين يعني هذه الجهنانة والصورة اللي بالأخير راح تصطف أيضا من اليمين يعني هذه راح تصعد وتلتصق من اليمين تصعد وتلتصق من اليمين وهكذا فهذه العملية تسمى فلاوت وبها طبعا رايت وليفت احنا راح نستخدم الرايت لأن الريدها تلتصق من اليمين نضغط على كنترول اس ونجي اللي هنا نستخدم الرفرش راح لاحظ أنه الدورات راح تكون دورة بجانب دورة طيب إذا لاحظ أنه هذه الدورات ملتصقة بجانب بعض بشكل قريب كلش ممكن نفصل هذه الدورات بمسافة عشرة مثلا نجي إلى هذا الكورس نبطيه مارجن مارجن يعني أنا أريد المارجن يكون من الخارج عشرة مثلا بي اكس طيب طبعا مارجن لو بادنك باعتبار أن الفراغ أريده خارج الدف هنا الفراغ داخل الدف استخدمنا البادنك أما خارج الدف فرح يكون مارجن فنجي هنا نجري الرفرش نلاحظ أنه صار عندنا الفراغ ولكن الفراغ كبير بحيث هذه المسافة أصبحت صغيرة فنزل الدف إلى الأسفل فممكن أنه هنا عدنا عشرة ممكن نصير مثلا مثلا نصير ثمانية نجرب ثمانية نشوفها ممكن ثمانية أيضا كبيرة ممكن نصير ستة ممتاز جدا مثل ما تلاحظون عدنا هنا الدورات التدريبية طبعا عدنا هنا الدورات التدريبية وعدنا هنا صور الدورات التدريبية إذا أجي هنا أضغط على التفاصيل ما رح يوديني على شيء لأن هذه التفاصيل هي لينكات وهمية إن شاء الله في الجزء القادم رح نتعلم كيفية مشاهدة تفاصيل هذه الدورات وصنع صفحات خاصة بهذه الدورات طبعا التطبيق بسيط جدا ولكنه مهم جدا 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 ضروري أنه لما نريد نستخدم مثلا أخبار أو صور أو مقالات أو دورات ضروري أن الصور تكون متساوية يعني إذا أجي هنا لهذه الصور لاحظوا أن هذه الصورة حجمها مثلا 347 في 600 أو 260 بنفس الطريقة بنفس المقاس جميع هذه الصور فضروري نختار صور متساوية إن شاء الله تكون المحاضرة بسيطة وسهلة طبعا في حال لو كانت صعبة عليكم بإمكانكم نتعيدون المحاضرة مرة مرتين وثلاثة إلى أن تصير سهلة وبسيطة نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى شكرا شكرا